حسن دعني أبدأ من آخر التحديثات أو البيانات التي أصدرها حزب الله قبل قليل وفي العملية رقم 28 قال بأنه أسقط مسيرة من نوع هيرمز 450 فوق بلدة جبشيت أي في قضاء نبطية بصاروخ أرض جو وشهدت هذه المسيرة تقع في أجواء المنطقة هذه المسيرة هي المسيرة رقم 4 حسن التي يسقطها حزب الله خلال الأيام الماضية حيث أسقط قبل أيام مسيرة أيضا من نوع هيرمز 900 وكان سبق ذلك أيضا إسقاط مسيرتين من نوع هيرمز 450 إذن حزب الله يفعل منظومة الدفاع الجوي ويستهدف المسيرات الإسرائيلية التي تحلق بشكل مكثف ودائم في أجواء الجنوب وفي أجواء المدن اللبنانية قبل ذلك أيضا تحدث حزب الله وفي بيان أيضا أصدره عن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصالية صاروخية في القطاع الشرقي هذا الاستهداف لتجمعات جنود الجيش الإسرائيلي أيضا هي ليست الأولى اليوم حيث استهدف أيضا تجمعات أخرى لقوات من الجيش الإسرائيلي التي تتقدم في المحور الشرقي من بلدات العديسة رب 30 وأيضا مركبة هناك أيضا استهدف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في رب 30 وأيضا في بلدة مركبة كما أيضا استهدف دبابة ميركافا في ذلك المحور الذي على ما يبدو يشهد اشتباكات وأيضا استهدافات من قبل عناصر حزب الله للقوات التي تحاول التقدم في ذلك المحور وخلال هذا اليوم حسن حزب الله تحدث عن بعض العمليات النوعية التي أيضا استهدفت عددا من المواقع الإسرائيلية داخل العمق الإسرائيلي وأيضا استخدم الصواريخ النوعية وذلك كما يأتي بحسب بياناته هو استهدف ضواحي تل أبيب وأيضا استهدف أيضا مدينة حيفا وكانت هذه الاستهدفات لمواقع متعددة هناك حزب الله وفي إطار هذا التصعيد الذي أعلن عنه قبل أيام بأن هذه العمليات ستأخذ منحا تصعديا جديدا إن لجهة استهدافه للمواقع الإسرائيلية البعيدة عن الحدود اللبنانية والتي تقع في بعضها بعمق مئة كيلومتر وأيضا من حيث الصواريخ النوعية التي يستهدف فيها هذه المواقع وأيضا المسيارات النوعية التي يدخلها إلى هذه المواقع المستهدفة أيضا الجديد اليوم حسن حزب الله أعلن بشكل رسمي مسؤوليته عن استهداف منزل رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو هذه العملية التي نفذها قبل يومين في قصرية لكنه لم يعلن حينها عن مسؤوليته عن هذا الاستهداف لكن اليوم جاء هذا الإعلان على لسان محمد عفيف في مؤتمره الصحفي الذي عقده في بيروت إذن حزب الله يوسع من دائرة استهدافاته للمواقع العسكرية وأيضا للتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي الذين يتقدمون باتجاه القرى اللبنانية وبالتحديد في عيت الشعب وأيضا في المحور في القطاع الشرقي أما بالنسبة للغارات التي اليوم كانت مكثفة على القطاع الغربي والتي بدأت بسلسلة من الغارات استهدفت منطقة الحوش في صور كان هناك أيضا عدد من الغارات استهدفت عدد بلدات في هذا القطاع من بينها بلدة معروب التي سقط فيها أربع شهداء إضافة إلى النبطي التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء النبطي وأدت إلى سقوط 13 شهيدا حتى هذه الساعة النبطي اليوم أيضا تعرضت لقصف من الغارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية أدت إلى دمار كبير في هذه المنطقة التي استهدفها قبل أيام أيضا وارتكب فيها مجازر خلال الساعة الماضية حسن خفت وتيرة هذه الغارات في القطاع الشرقي كان أخيرها خلفي لا أدري إن كان واضح من خلال الكاميرا النيران التي تشتعل في إحدى القرى التي استهدفتها طائرة مسيرة كانت هذه آخر غارة على قرى القطاع الغربي أو قرى في قضاء صور استهدفت بمسيرة إسرائيلية لا نعلم إن كان هذا الاستهداف هو لسيارة أو لي يعني بالضبط لم نتمكن من معرفة هذا الاستهداف وطبيعته لكن يبدو من خلال الصورة حجم النار الذي يرتفع من هذه المنطقة أيضا الجيش الإسرائيلي اليوم وطائراته الحربية استهدفت عددا من البلدات في مجدلزون على سبيل المثال على بلدة شمع في البياضة وفي اللبونة التي استهدفها بالقذائف الفوسفورية وما زلنا نشاهد حتى الآن صحب الدخان من تلك المنطقة ومعروف أن القنابل الفوسفورية تحدث حريقا كبيرا زادها اليوم أيضا وامتدت بسبب شدة الرياح في هذه المنطقة في هذه الأثناء يشهد القطاع الغربي هدوءا حذرا لكنه شهد خلال هذه النهار سلسلة كبيرة من الغارات التي استهدفت عدة بلدات في هذا القطاع